الاقتصاد لغير المتخصصين عنوان فقراتنا اليوم اه وسهل جدا على فكرة انك انت تقدر تبسط الاقتصاد لغير المتخصصين مش بالضرورة يبقى حضرتك واخد اي شهادة في الاقتصاد علشان تقدر تستوعب وتفهم وتعرف شكل اقتصاد بلدك ايه وبالمناسبة هو انت من حقك تعرف شكل اقتصاد بلدك ايه ومن حقك تعرف اذا كان متين او لا قدر الله ضعيف من حقك تعرف اذا كان بينمو او اذا لقدر الله لا ينمو او بالسالب اللي سمح الله يعني وان شاء الله عمرها ما هتحصل تاني لانها حصلت قبل كده بس مش ده الموضوع دلوقتي الموضوع دلوقتي انه في ناس طول الوقت عايزة تعد تشغل نفسها مرشد واصل الجماعة دي تحب المرشد قد يعنيها او الله العظيم فهمك طول الوقت عاوزين يبقوا المرشدين بتوعك طول الوقت عاوزين يدولك اللي هم شايفينه قطيع شوية خرفان طبعا اليومين اللي جايين دول هتبقى بوابات الجحيم مفتوحة عليا علشان قلت القطيع شوية الخرفان فهيفتكروا طبعا هم ايامهم الاولى فهيرجعوا تاني يقلوا ادامهم اليومين دول المهم يعني مش دي القص وهطلع وحش وهطلع كفر وهطلع خارج عن الملة وهطلع فيها كل السبع عيوب او الله المهم يعني ايوة فندم حضرتك لازم تعرف اقتصادك وتعرف هو شغال ازاي وتعرف ايه اللي بيحصل وبعدين بالمناسبة كمان ايوة حضرتك برضو من حقك تعرف ايه العالم شايف الاقتصاد بتاعك ازاي انت اللي تعرف مش حد تاني يقولك على فكرة الاقتصاد منهار عارف انت العبارة التفهة بتاتي الانقلاب ينك يا ابني لا في انقلاب حصل بتلاتين مليون بني ادم نزلوا الشارع ولا في ثورة تلاتين ستة دي تنكسر تنكسر ايه يا حبيبي دول بقالهم من الفين وثلاتاشر مستنينها تنكسر هي مش هتكنك تنكسر جاتكم كسر ابيكم تعال نشوف الاقتصاد المصري في وجهة نظر مين البنك الدولي مش البنك المركزي المصري مش وزارة المالية المصرية مش وزارة التقاط التخطيط المصرية خالص البنك الدولي طيب البنك الدولي بيقول ايه بقى على صلابة الاقتصاد المصري قدام الحدوتة بتاعة كورونا دي البنك الدولي بيقول كده في أول شهاداته بشكل ملخص من المتوقع أن تعود مصر إلى مصار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا ما قالش مصار النمو بس لأنه لو قالك مصار النمو بس يا مولانا معناها أن النمو الاقتصادي عندك توقف لكن لو قالك قبل جائحة كورونا يبقى أنت هترجع تاني لمعدل نمو خمسة وستة من عشرة ده اللي أنت كنت بتحقق قبل جائحة كورونا أستاذ طيب هيرتفع معدل النمو الاقتصاد المصري الله العظيم أهو نمو الاقتصاد المصري من ثلاثة وثلاثة في المية للعام المالي عشرين وواحد وعشرين إلى خمسة ونص في المية للعامين الماليين اللي جايين بإذن الله واحد منهم اللي بدأ اللي هو واحد وعشرين اتنين وعشرين وده قرى بيخلص والتاني اتنين وعشرين تلاتة وعشرين طيب بأمرت إيه يا عم بنك دولي مش يا عم يوسف أقولك تعافي الاقتصادات العالمية ولا سيما هيقولك الاقتصادات العالمية هو إيه علاقتكنت أقولك الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر كمان تعافي القطاع السياحي وزيادة صادرات الغاز بالمناسبة أنت طبعا أكيد سمعتوا وقريتوا أنه صادرات الغاز المصرية تقرر زيادتها ها يعني إيه يعني هتصدر أكتر يعني تدخل عملة صعبة أكتر فحضرتك هتكسب أكتر طيب النمو المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الله شوف البنك الدولي يقول إيه أصلي فيه ناس يجي تقولك إيه أولا كل شوية هتقولوننا التشييد والبناء والعقارات أقولك لك بالبنك الدولي بيقول أولا انت عاش قطاعي التشييد والبناء والعقارات ده هو اللي بيقول البنك الدولي تعبلت بره أوكي طيب بيقولك تحسن أبرز المؤشرات الاقتصادية يعني إيه تعالى كده نشوف العجز الكلي يعني إيه العجز الكلي يعني بنشوف نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي اجمالي خد بالك هو كان العجز الكل قد ايه سبعة واثنين من عشرة في عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين اللي هو العام المالي الحالي اللي هيخلص في نهاية شهر ستة بإذن الله يحصل ايه بقى العام المالي اللي بعده هيروح نازل بمعدل قد ايه بمعدل اربع اربعة من عشرة في المية يعني يبقى ستة وثمانية من عشرة حالو الناحية التانية هتلاقي في حاجة اسمها الفائض العجز لما يقل يبدأ الفائض الاولي يزيد ده برضو بنسبة من الناتج المحلي الاجمالي كان الفائض الاولي واحد وتمانية من عشرة في المية العام المالي اللي جاي على طول ده هيبقى اتنين في المية طيب بالمناسبة احنا لما حققنا الواحد وتمانية من عشرة دي جتقل مرة نحقق فائضات اولية بالمناسبة يعني يعني احنا عمرنا ما عملنا الكلام ده اصلا طيب عجز الميزان التجاري يعني ايه عجز الميزان التجاري عشان برضو حدك تبقى عارف يعني انا ببيع بقد ايه وبشتري بقد ايه فلو انا بشتري صادرات قصف واردات بتجيلي من اي حتة في الدنيا بشتري من بلاد العالم اكتر من اللي ببيعه كده عندي حاجة اسمها العجز التجاري طيب العجز ده كان او يعني في العام المالي الحالي 10.5% هينزل تقريبا 1% هيبقى 9.6% اقلب يا غزيما اقلب يا اشرف الصفحة اللي بعدها هم اربع صفحات انا مش هطول عليك بس بجده هم مهمين عشان هم جايين من البنك الدولي طيب التعليقات بتاعة البنك الدولي بيعلق عن اصلاح الاقتصادي وبيقول ايه البنك الدولي ده بيقول الاصلاحات اللي ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي اللي هو اقتصاد الدولة خلال السنوات الماضية اسهمت في بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بالكورونا يعني الاصلاحات الهيكلية الاصلاحات الحقيقية اللي حصلت في الاقتصاد المصري خلالك كم سنة اللي فاتوا دول هم اللي خلوك يا مصر وقف على رجليك فتبقى واحدة من اربع دول بس على مستوى العالم حققه نموه ييجي البنك الدولي يقولك التصنيف الاقتماني يعني ايه تصنيفك الاقتماني اظن كلنا يعني بدروح ناخد قروض وبتاع صح؟ ايطلع بقى قرد عربية يطلع قرد سكن زي ما كنا واسا بتتكلم من شوية مع سوزة ماية عبدالحميد يطلع قرد بضمان القرد لو انت بتسدد دايما في المعاد تصنيفك الاقتماني يبقى حلو كده لما بتتأخر تصنيفك الاقتماني يقل شوي طيب فييجي يقولك التصنيف الاقتماني تواصل مصر جهدها لمعالجة التحديات الاقتصادية المختلفة وبالتالي وكلات التصنيف اللي بتقول ايوه مصر ماشي يا حلو بتسدد في المواعيد وبتسدد كامل اللي عليها الاخ 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 بتقول ايه بقى بتقول التوقعات المستقبلية لمصر مستقرة بالرغم من الازمة العالمية الحادة عارف ليه كلمة بالرغم او جملة بالرغم من الازمة المالية الحادة لانه اغلب دول العالم للأسف تصنيفها الاقتماني نزل عن تحت كلمة مستقرة اه لانه مفيش فلوس وطالما مفيش فلوس يبقى ما بسددش القصة طيب التضخم يعني ايه التضخم يعني سعر العملة بتاعتك احنا الجنيه قدام العملات التانية كل ما تلاقي العملات التانية غالية جدا تعرف ان التضخم يزيد اول ما تلاقي العملات دي عمالة اسعارها بتقل سنة 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 تعرف كده ان التضخم بيقل يعني الجنيه بتاعك كده يبقى حلو كده ويبقى اقوى ويبقى ظريف وجميل فبيقول لا يزال معدل التضخم في حدود النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري يعني البنك المركزي المصري بيقول احنا ان شاء الله هنعمل مجموعة او احنا بنعمل مجموعة من السياسات النقدية اللي تخلينا ايه في حدود 7% بس تضخم كويس ممكن تزيد 2% ممكن تقل 2% بس ده لحد الربع الاخير من سنة 22 وبالمناسبة فعلا لو ما كانش فيه كورونا كان معدل التضخم قلعا كده كمان والله طي مصدر النقد الاجنبي مين اللي بيقول البنك الدولي اللي بيقول جماعة الاجانب الخبر اللي من كل حتة في العالم دول قال لك ايه بقى قال لك النشاط الاقتصادي في مصر ومصادر النقد الاجنبي حصل فيها انتعاش اتزهزهت وبدأت القطاعات الموجهة نحو التصدير في استعادة عافيتها يعني ايه يعني الحاجات اللي احنا بنصدرها يعني مثلا المحاصيل الزراعية يعني مثلا الصناعات الغذائية يعني مثلا المعدات التقيلة يعني مثلا الكابلات الكهرباء يعني مثلا الغذي الطبيعي يعني مثلا قعد عد بقى ولا ايه هي دي القطاعات بتاعت التصدير فقال لك ايه بتذهب لاستعادة عافيتها يعني بتبقى احسن بتبقى اقوى بتبقى افضل فمكملين ان احنا نعرف نجيب نقد اجنبي طيب تعال نشوف الاحتياطات الدولية قال لك تقل احتياطات النقد الاجنبي عن الظروة التي بلغتها قبل تفشي جائحة كورونا عند 45.5 مليار دولار يعني احنا قبل الكورونا كان عندنا 45.5 مليار دولار حلو اسهل حاجة بالمناسبة كنت تضحك عليك واشلك الحتة دي اللي هي الاحتياطات الدولية لان الاحتياطي بتاعنا قال لك قال لك 5.5 مليار تقريبا لا قال لي يعني شوية قال لي بالظبط قال لي حوالي 5.2 مليار فاللي حصل انه احنا بقينا 48.10 48.10 كان ممكن نشيلها لك لكن نشيلها ليه وحنا جايين نجزب عليكم احنا جايين نقول لك الحقيقة وبعد نشوف هو قال لك ايه قال لك برضو بسبب الكورونا حلو قال لك الا انه بقى وبنهاية اكتوب راشد وحجين تغطي السبعة تشهر من وردات السلعة يعني اللي معاك ده يكفيك تستورد كل حاجة بس الحمد لله احنا ما بقناش بنستورد كل حاجة احنا بقنا بنصنع هنا في بلدنا بقى في عندنا اكتفاء ذاتي على سبيل المثال من مجموعة واسعة من الحاصلات الزراعية كنا قبل كده بنتطر نستورد على الاقل ومصار طيب تعالا نشوف القطاع المصرفي البنوك قال لك ايه بقى البجل دولي والله يتلمي تنجوا حلوين قوي القطاع المصرفي المصري صمد في وجه تحديات ازمة كورونا فاكرين الشهر اللي فات لما طلعوا العيال الرعاق بتوع الاخوان وقال لك هناك ازمة سيولة في البنوك مداما يتكلموا كده تلقى صوته مسرسع كده وطيقوا مبتسم متسامة بتاعت محمد البلتاجي على طول عامل كده ويقول مليارات بيجمع بس بالقس يعني بيجمع الجامعة يعني بياخد الجامعة بالعربي يحط عليه قس في الاخر مليارات اعلانات شهادات فتتولى شهادات السقة فالقطاع المصرفي المصري تبقى للبنك الدولي بيقول القطاع المصرفي المصري صمد في وجه تحديات ازمة كورونا حيث واجه الجائحة بسيولة قوية مش قزمة سيولة وربحية مستقرة الجملة دي يازم تتقال بالأداء ده بسيولة قوية ده تعبير البنك الدولي وربحية مستقرة ولا تزال السلامة المالية للبنوك ملائمة حتى بعد صدمة فيروس كورونا المؤسسات الدولية الكبيرة ده جماعة ما بتهزرش في المصطلحات ما بتهزرش كل كلمة بتتحط بالتمام وبالمأس وفي مكانها لا أصغر ولا أكبر بالحنتوفة كده اه فلما يجي يقولك حتى بعد صدمة فيروس كورونا لأنه فيروس كورونا تسبب في صدمة للعالم فقالك حتى اصبر هزيمة بقى حتى بسبب الصدمة اه لازم أفضحك يزيمة الله شو هتقولي يلا يلا يزيمة بقى لازم تقولي يلا حتى بعد صدمة فيروس كورونا يفضل الاقتصاد تبقى للبنك الدولي واجه الجائحة بسيولة قوية وربحية مستقرة ولا تزال السلامة المالية للبنوك ملائمة هو أنتو يعني عايزين طول الوقت تشككوا الناس في كل حاجة يا دين النبي خش على مستويات الدين مستويات الدين قال لك القاتي بقى قال لك دا 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 آه وفق دا دا هيئة هذا أورز التقارير والله العظيم لاجبها لك العظيمة وانا زيها شهادات الثقة من الجانب وركز على موديز عظيمة هاتهالي يا عظيمة أنا مش لقية انت صاحبي خلاص مش هقول الحياة مش هقول عظيمة تادي خلاصة الكلام آه يا فند مستويات الدين تبقى للبنك الدولي سأنا عايز الناس تشوفها والله تبقى للبنك الدولي قال إيه على مستويات الدين قال لك إنه مستويات الدين في مصر بتستمر بالهبوط بالنزول أنا عايزها دي في السلايد اللي قبلها هتجبها لي أيوا في آخر خالص يا أولاد البرتقاني شكرا نزيمة مستويات الدين من المتوقع أن تستقنف نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما صرها النزولي في الأجل الإيه المتوسط لأ قلتلك القريب ولا الحمد لله البعيد المتوسط اللي بعده طيب صفحة تلاتة نحن فضلنا صفحة دي واللي بعدها وأنا هديها بسرعة هو طيب وضع مصر الاقتمانية قال لك الاقتصاد المصري بيدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية طيب بما يتوازن مع التحديات النشأ من متطلبات التمويل الكبير كلام معقد المهم إنه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية طيب مصر لديها قاعدة تمويلية محلية واسعة بالإضافة إلى توافر احتياطيات النقد الأجنبي بما يتجاوز يعني أنا عندي تمويل محلي وعندي احتياطي أجنبي أكتر من مدفوعات الدين الخارجي وأكتر من التقلبات في تدفق رأس المال الاقتصاد المصري آمن آمن قوي آمن قوي بعد 2011 و2013 آمن قوي وانت خط حرب ضروس في سيناء آمن قوي وانت بتأمن حدودك مع ليبيا آمن قوي ده كلام البنك الدولي ليش حد يقعد يزغزغلك بتبغيك استعادة تحقيق فوائد أولية في الموازنة لمستوى قبل جائحة كورونا بما يتوازن مع ايه؟ خطة خفض الدين بداية من السنة المالية 22-23 طيب إمكانيات بقى لتحسين التصنيف الاقتماني المصري في المستقبل قالك في استمرار لضبط أوضاع المالية العامة واحد اتنين حصل تحقيق خفض ملحوظ في نسبة الدين العام الحكومي من نتج القومي الإجمالي تلاتة تحقيق خفض ملحوظ في إجمالي مدفوعات الفوائد بتاعت الدين كنسبة من الإيرادات عشان برضو بتلاقي ساعات عي العبيط يطلع يقولك مصر بتسدد الفوائد وبتسددش أصل الدين فأنت بتسدد لتنين تلا أربعة استمرار إطالة آجال استحقاق الديون التحسن المستخدم في سوء العمل والصادرات غير البترولية يعني مش بس البترول الصناعة بقى طيب معدل نمو الاقتصاد كان 3.5% رايح على 2% على 5.5% عجز الحساب الجاري كانسبة من الناتج المالي الإجمالي طيب تعال مدفوعات فوائد الدين كانسبة من الإيرادات كانت كام يا مولانا هتجي تقول لي مولانا انت قلت لي أرقام يا يوسف قلت لك صح كانت كام بقى كانت 89.8 من 10 بقينا كام يا حبيبي بقينا 43.8 من 10 يا سلام يعني تقريبا مش تقريبا اهو دول 46 في ال اه صح 43 في المئة تخيل من 89 إلى 43 اللي بعده أزيمة الصفحة الأخيرة طيب معدل النمو الاقتصادي خش علي في 21 22 45 من 10 22 23 25 و 6 من 10 23 24 و 7 من 10 الله أكبر الله أكبر طيب من المتوقع انه يكون قطاع البناء وقطاع الطاقة هم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري خلال السنوات الجاية علشان لما ييجي حد يجي يقولك ايه وحسد ان حكاية البناء وموضوع الغزدة فرقية لا 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 البنك الدولي اللي بيقول الحاجات دي هي القطاعات الايه بقى المحرك الرئيسي ده معناه ان انت عندك محركات اخرى بس دول المحركات الرئيسية بتاعتك ماشي طيب هتوصل بإذن الله لحد خمسة وسبعة من عشرة في نهاية شهر ستة 24 يعني بعد سنتين طيب والسنة الجاي على طول دي اللي هي ستة 23 خمسة وستة من عشرة طيب اللي احنا فيها عم يوسف خمسة واربعة من عشرة ماشا الله من المتوقع ان ينتعش قطاع السياحة ومعه تساعد نطاق النمو وانخفض معدلات البطالة يعني معدلات الطالة بقول اقتصاد النمو يا طرى يا هلطرى بينعكس على المواطن المصري آه البنك الدولي اللي قيت ينعكس على المواطن المصري لما الناس تشتغل فتنخفض معدلات البطالة وتظل معدلات نمو الاستهلاك قوية عارف يعني إيه نمو الاستهلاك قوية يعني أنا معايا فلوس وبنزل أشتري لو مفيش استهلاك اعرف إنه مفيش فلوس الناس معايش حدش بشتري حاجة البضاء على الرف والناس قادة بتغني ظلمون طيب معدل التدخل في 22 6 و 3 من 10 في 23 5 و 7 من 10 في 24 5 و 1 من 10 وبالمناسبة لو ما كانش في كورونا كانت الخمسة و 1 من 10 دي هتبقى في 20 و 20 والله كانت هتبقى كده يلا الحمد لله طيب عجز الحساب الجاري في 22 3 و 9 من 10 في 23 هتبقى 3 في 24 هتبقى 2 و 9 من 10 ومن المتوقع إنه يفضل عجز المتوسط ينزل 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 طب هو يا ترى هل ترى كان قبل كده من 16 ل 20 كان كان تقريباً 4 ونص الاستهلاك الخاص كان نسبة من النتج الإجمالي الاستهلاك الخاص أنا وإنت وغيرنا إحنا المواطنين 4 و 7 من 10 كانت متوسط الاستهلاك بتاعني طيب لو قال لي يبقى إيه معناش فلوس ولو زاد معايا فلوس بصرف بقى أبهبش نفسي أزبط أروح المحل بدل ما بجيب بتومني لب هجيب ربع معايا فلوس خمسة و 4 من 10 تاني كلمة الاستهلاك إيه أشهر بص بقى برضو فيه واحد عبيط يجي يقولك إيه آه ما الأسعار بتزيد يبقى معدل الاستهلاك بيزيد لا يحدق لا يحدق معتوسطات زيادة الأسعار حاجة ومعدل زيادة الاستهلاك حاجة أنا باستهلك كمية قد إيه 4 و 7 من 10 يزيد يبقى 5 و 4 من 10 يزيد يبقى 5 و 7 من 10 في 20-24 شكرا المركز الإعلامي المصري التابع لرئاسة مجلس الوزراء على هذا العرض المبسط واللطيف لتقرير البنك الدولي فاصل ونكمل الكلام اشتركوا في القناة